طيب قائمة النادي الاهلي لمواجهة بيرامز المواجهة الكبيرة جدا في كأس مصر هتكون القائمة كالتالي محمد الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيع وبدر بنون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع خط الوسط هيكون فيه أليو دينجي العائد من الإصابة وعمر السلية واحمد نبيل كوكا ويا محمد أشرف وزياد طاري وطار محمد طار ومحمد مجدي أفشا وليد سليمان وفي خط الهجوم هي تواجد صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف أبرز الغائبين عن قائمة النادي الاهلي علي لطفي وايمن أشرف ومحمد محمود واببير ستاو وحمدي فتحي وحسين الشحات وإحمد عبدالقادر ولويس ميكي سوني وعمار حمدي وأكرم توفيق فرقة تكلم فرقة 11 لاعب فرقة غايبة عن الاهلي فرقة غايبة عن الاهلي بس اللي موجودين توال برضو بصراحة يعني قائمة الاهلي مليانة نجوم مليانة أسماء كبيرة مهمة بس يخشوا في المباراة ويتحسنوا في المستوى بس الاهلي يقدر يعوط غياباته رامي ربيعة العائد مؤخرا لمستوى والعائد مؤخرا للمشاركة أساسيا مع النادي الاهلي تلقى عرضا خليجيا للرحيل عن النادي الاهلي العرض الخليجي جاي من نادي السلية القطري العرض هيكون ضم رامي ربيعة في بداية الموسم الجديد رامي خد العرض الرسمي أو العرض اللي جاله من نادي السلية ويسلمه لإدارة الكرة في النادي الاهلي عشان تدرسه وتاخد القرار النهائي رامي ربيعة واخد قراره من الأول إنه لن يتحرك ولن يرحل عن النادي الأهلي إلا بموافقة ومبركة النادي الأهلي تماما هو حابب يخرج من النادي الأهلي لو النادي الأهلي قرر ده بالطريقة اللي خرج بيها سعد سمير من النادي الأهلي وراح فيه اتشر طريقة محترمة جميلة فيها مودة وفيها تأدير كبير من الطرفين هو حابب يخرج من النادي الأهلي بهذه الطريقة غير كده هو مش هيخرج من النادي الأهلي ده بالنسبة لرامي ربيع